عيتي من العين ومن التابعة ومن سحور انت عيتي وهم معي وشختي ماشي مشكل اجي غادي نعطيكم هذه الوصفة كما وعدكم في الليف انا اللطيتش وعد في الليف ركنوا في بيه هذه الوصفة اللي غادي نعطيكم زوينة ومجربة وكيديروها جميع البلدان نختم ماشي للمغربة ولا العرب كيديروها حتى اليابانيين وكيديروها الأمريكان والأوروبيين المهم انا وصفاتي ارى بعيدة على الوصفة المغربة انا انا اعلمكم شوية بشوية تابعة والعين عندك ايبول اي عندك تابعة تحسي راسك عيتي تحسي اعراض ديالها تحسي راسك عيتي عظامك دارينك ما قدش نوضي من بلاستيك ديما كتب ذي شيء ما تكمليهاش ديري هذه الوصفة كيف غادي نعطيك طرق باش تديريها إلا تقدر تديريها بطريقة الأولى تفضلي ما قدرتش قد تديريها بطريقة الثانية حتى هي فعالة وابقوا معي نعطيكم الوسطة يو يا لله غادي تحتاجي طبصيل طبصيل ديال الجاج قرعة ديال الجاج شي حاجه ديال الجاج اهم حاجه تكون الى ما كانش جديدة يستحسن تكون جديدة ومغسولة مني تغسليها بخريها بخريها بالعود بخريها باللوبين بخريها بالفور اللي عندك بخريها به قبل ما تبدي هذه الوصفة ديما هذه الوصفة هذي غادي تديريها وانتي عندك النية دي لتخلص من العين الخيبة العين اللي خيبة بزاف يعني يشدفك العين الانتية لأولادك لراجلك لماماك لأختك غادي يتديري هاد الوصفة هادي دائما كنحطوا هاد الوصفة في البلاسة اللي كندخلوا من هالدار بزاف دي اللي بنات عندهم الباب ديالهم العادي ولكن كينينشد يور مبنيين انهم كيدخلوا من القاراج أو كيستخدموا الباب اللوراني المهم الباب اللي تقض體ون انهم للدار بزاف ما هي الباب هالدار غير حيث ب�� reform sinds الباب اللي تدخلوا منه تستعملوه بزاف هذا لايك كيرغوops معاي قررتون ان coke組ون باتقديم الى كانت ذا كنت ش weit contained 2010 contributor اقرب تفصل وضعت في القرص الأ virgin او قرعة الججاج وتغسليهم جيدا و الملح يستحسن يكونوا جدا و تبخريهم تديري الملحة الحية الملحة الحية تتعمري كامل تقريبا ليس تلفم غير شوية غير شوية لا يكون عامر تتعمري بالملحة الحية اللي لا يعرفش ما هي الملحة الحية باللونجلي هي كورس سالت كورس سالت تكون عند شناوة بزاف تكون شبقة ساردة تكون ساردة البكية تدير 3 دولار تأخذ اختي الجبانية تعمري بالملحة و تجيب الفصوص التومة كنت انت في العائلة كنت بحدك في الدار تديري وحيدة وتغرسيها بحال هكا في وسط الملحة كنت انت وراجلك ستديري الجوج المهم ستديري وحيدة لكل واحد في العائلة وانت تديرها وانت تحطي فيها النية والبنات اللي لا يعرفوش كيف يضعوا النية تديري تركيز ديالك مع هذه و تخيلي ان هذه الطاقة السوداء وهذاك السحر وطاقة الشياطين كلها تدخل في هذه الغرفة اوكي؟ يعني اي حاجة خيبة ستدخل في هذه الجبانية لا تدخل في سقفك لا تخسر موبيلتك لا تدخل في شيء ستدخل في نيتك هكي؟ هذا هو العمل و تدخلها و تدخلها في باب للمدخل الطاقة مهم تدخلها و تدخلها من بعد 7 أيام ستدخلها و تدخلها و تدخلها اوكي؟ تدخلها مرة واحدة إلا حسيت عليك الضغط مرة أخرى تقدر تدخلها إلا ما بغيتش و لم تقدرش إلا ما بغيتش أو ما قد تدخل تحطيها قدام الباب ستدخل بيضاء ستدخل بيضاء ستدخل بيضاء ستدخل بيضاء كيف قلت لك مع الملحة و ستدخلها في النص بحال هذا الشكل ستشد و ستشعلها هذه أنا دايرها ليا أنا ستشعلها 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 و ستشعلها هذه الوصفة ستشعلها ستشعلها اليوم إن شاء الله ليا ولولي ذاتي ولداري شكرا على التتبع دياركم إلا عجباتكم و جربتوها و عجباتكم دعوكم مع السلامة